خلينا يمكن نعرف تفاصيل أكتر أيضاً عن هذا الحدث مع مرنة عاديل مرسلة إكسترا نيوز المتوجدة أيضاً في قلعة صلاح الدين الأيوبي مرنة تفضلي أهلاً بك نانسي أهلاً بكل مشاهدي شاشة إكسترا نيوز من داخل أحد أقدم وأعرق المعالم السياحية المصرية قلعة صلاح الدين التي تضاء اليوم احتفالاً بتسجيل مصر ثلاثة أرقام قياسية تسجيل صندوق تحيا مصر لهذه الأرقام في فعل الخير كما كان في لقاء زميلي أحمد كثيراً من التفاصيل عن كواليس هذه القافلة عما حققته هذه الأرقام من سمعة طيبة لمصر في مختلف دول العالم سنتعرف عليها من خلال ضيفي الكريم السيد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر أهلاً وسهلاً بك يا فندم على شاشة إكسترا نيوز ومبروك لمصر ومبروك للصندوق وحدثنا يا فندم عن هذه القافلة وهي بتوجهات بالطبع من سيادة الرئيس تفاصيل هذه القافلة وكواليسها الحقيقة كان فيه تكليف من سيادة الرئيس نهاية الشهر الماضي بتكسيف نشاط صندوق تحيا مصر الحقيقة احنا اشتغلنا على التكليف ده وصولاً ان احنا نكون اكبر قافلة إنسانية كنا بنطمح ان هي تكون اكبر قافلة إنسانية في التاريخ الحمد لله توفقنا بكده بتجهيز مليون بطانية بالإضافة لألفين طن من الدواجن بالإضافة لتلات تلاف طن من المواد الغذائية الجافة في شكل كاراتين تم توزيعها على مليون قسر استعداداً لفصل الشتة الحمد لله توفقنا ان احنا ننفس تكليف سيادة الرئيس وكان طمحنا ان احنا كمان نسجل لمصر أرقام كياسية أهم ما يميزها ان هي أرقام كياسية في الخير مش مجرد محاولة عادية بمقاييس جانس والحمد لله توفقنا في البداية بتسجيل رقمين كياسيين بأكبر قافلة دواجن وأكبر قافلة مواد غذائية جافة النهاردة بنطمح بإذن الله ان احنا نكون موفقين في التجربة التالتة اللي عملناها وهي استفاف لأكبر قافلة مساعدات إنسانية على مستوى العالم وده رقم كياسي الحقيقة هولندي كان تسجل بأكبر قافلة شاحنات ولكن كانت عربيات فضية مش محملة بالمواد الغذائية أو أي شيء يتعلق بخدمة الإنسان الرقم الكياسي الهولندي ظل 16 سنة بدون أي محاولة لتحتيمه والحمد لله إحنا بعد 16 سنة أول دولة تقدر إنها تكسر الرقم الكياسي دي كانت مصر ومش في أي رقم بقى العكس لا ده رقم كياسي في الخير من خلال الاحتفالية دي إحنا إن شاء الله هنوجه دعوة باعتبارنا حاملين للقب أكبر قافلة مساعدات على مستوى العالم إن إحنا نخاطب العالم كله بحاملة جديدة تحت عنواننا تشارك من أجل الإنسانية هدفها الحقيقة إن أي حد موجود على سطح الكرة الأرضية من حقه إنه هو يمارس دوره كمساعد له أي حد محتاج أو غير قادر وأيضا هو كل الأسر الأولى بالرعاية على مستوى العالم إن إحنا كلنا نتكاتف ونساعدها هذه القافلة قدمت الدعم لأكثر من خمسة ملايين مواطن من الفئات التي تحتاج هذا الدعم لا يتوقف هذا الدعم عند الملابس ولا عند المواد الغذائية ولكن أيضا تجهيز العرائس كانت أحد هذه الصور من الدعم حدثنا عن صور الدعم وكيف وصلت إلى مستحقها أهم ما يميز الحقيقة القافلة دي إن هي كانت متنوعة ما بين الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بالإضافة للتنمية الاقتصادية لو اتكلمنا عن الحماية الاجتماعية إحنا وفرنا الغذاء والكسة كمان بنوفر أدوات مارينة إن إحنا ندعم بها الفتيات المقبلين على الزواج في تكليف رئيازي بتجهيز 2000 عروسة الحمد لله إحنا بدأنا ننفذ بمجرد منتهينا من القافلة بدأنا ب100 عروسة وخلال الأيام اللي جاية هنزور كل محافظات الجمهورية وصولا إحنا نجهز 2000 عروسة كمان على مستوى الرعاية الصحية إحنا قدمنا عدد من المبادرات الرئيسية اللي كنا مكلفين بتنفيذها زي مبادرة كلنا جنبك اللي هتوفر 1500 جهاز غسيل كولوي يبتدينا بالفعل إن إحنا نوفر هذه الأجهزة داخل المستشفيات وصلنا للبحيرة وأسيود ولقصر وغيره كمان اشتغلنا على مبادرة خاصة بمواجهة جائحة كورونا خاصة خلال الموجة التانية بتوفير الكمامات وأجهزة الغسيل الكولوي لو اتكلمنا على التنمية الاقتصادية عندنا مبادرتين مهمين جداً بننفذهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة تتلفف حرير هدفها إن إحنا نطور أو نشجع صناعة السجاد اليدوي من خلال ألف نول هيتم توفيرهم كمان دعم 50 ألف صياد استعداداً لفصل الشتاء إحنا بنتكلم على موسم شتاء واضح إنه هيكون قاسي جداً وبالتالي إحنا بنوفر لـ 50 ألف صياد أدوات الصيد بالإضافة للمستلزمات الملابس الواقية علشان نقدر نحميهم يطلعوا الباب رزقوم وكمان يرجعوا لمنازلهم سالمين ربما كانت هناك العديد من الجهات التي عاونت صندوق تحية مصر لتحقيق هذا الرقم إن كانت وزارة التضامن الاجتماعي والشريك الأساسي دائماً منظمات المجتمع المدني ولا يمكن إخفال دور الشباب المتطوة حدثنا عن هذه الجهات جميعها كيف كان التنصيق بينكم للحصول على هذا الرقم وتحقيق هذا الرقم لمصر الحقيقة إحنا دائماً الإسم السابت أو الشعار السابت في كل شغل الصندوق هو نتشارك إحنا بنحاول دائماً إن إحنا نعزز من شراكتنا سواء مع القطاع الخاص أو الأفراد أو المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لأن ما فيش حد يقدر يعمل حاجة لوحده النهاردة إحنا بنقول نتشارك من أجل الإنسانية القافلة كان أيضاً نتشارك علشان بكرة إحنا النهاردة كنا بنشتغل بكل قوة بمجتمعين علشان بكرة بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية يكون أفضل النهاردة إحنا وسعنا بحكم زي ما قلت لك إن إحنا حاملين اللقب يسمح لنا إن إحنا نخاطب العالم النهاردة بنخاطب العالم كله أي حد إنه هو مهتم بالعمل التطوعي عليه إنه هو يساعدنا في نشر حملة نتشارك من أجل الإنسانية وصولاً إن إحنا نحقق أرقام قياسية مش لازم يكون صندوق طاحية مصر بيحققها لا بالعكس إحنا هدفنا إن يتم تحقيق أرقام قياسية على مستوى العالم نقدر نخدم بها الإنسانية بالتأكيد ألف مبروك لمصر ألف مبروك لصندوق طاحية مصر شكراً جزيلاً لحضرتك مشاهدين ده كان لقاءنا مع السيد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق طاحية مصر تعرفنا عن كثيراً من التفاصيل عن هذه القفلة والأرقام التي حققتها والدعم الذي قدمته للمواطنين الأولى بالرعاية والذين يستحقون هذه الرعاية والكلمة إليك مرة أخرى نانسي مرنة عيدر مرسلة إكسترا نيوز أنا بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل شكراً موصول لضيفك الكريم وأيضاً طبعاً شكراً موصول لمرسلنا أحمد عبد الرازق